السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا اليوم توقعتنا على يوم الثلاثاء 21 آذار مارس القمر الآن موجود في برج الحوت وفي ساعات العصر بده ينتقل لبرج الحمل القمر الآن موجود في برج الحوت في منزلة الرشا وهي معروفة آخر منزلة بالخارطة الفلكية قبل الانتقال لمنزلة الشرطين اللي هي أول منزلة بالخارطة الفلكية منزلة الرشا هي للعلاج والربح والسلام والصلاح ورح يظل القمر موجود فيها لغاية الساعة أربعة من مساء اليوم الثلاثاء 21 ثلاث لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان العمليات الصغرى تقليم الأظافر وقص الشعر بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحوت لغاية ساعات العصر معناته بتظل الناحية الروحية بتلعب دور بارز في هاي الفترة بنشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين من الذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزو جانبا وبيذرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الإرتياح النفسي في هاي الفترة منقع في حبائل الغرام وبوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى شراء زهور واقتناء آل التصوير بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا أغلب الزوايا اللي كانت متشكلة في الفترة الماضية اليوم انتهى تأثيرها المباشر يعني بظل لها تأثير اللي هي التأثير البسيط احنا منسميه أو اللي يعني اللي هو الزاوية المنفصلة لها تأثيرات ولكن خفيفة مش زي الأيام الماضية الزاويتين اللي ظلوا متشكلات اللي هي أول زاوية زاوية التربيع السلبية اللي بين الشمس وبين المريخ وهاي طبعا مستمرة لغاية يوم 23 ثلاث هي سبب هذا الجو اللي احنا عايشين فيه اللي فيه توتر وعدوانية بيتوجب علينا الحذر عند التعامل مع الآخرين لأنه ما زالت الأجواء بتظلها أي كلمة غير محسوبة ممكن أنها تأخذ على محمل مغاير وبتدخلنا بمواجهات احنا بغنى عنها هاي زاوية برضو بتشير لفترة من التحدي والصراع والنشاط ممكن ان مواجه مقاومة أو منافسة أو عدى من طرف آخر سواء كان رئيسك شريكك عدوك وممكن نشعر بالغضب أو الإحباط أو التعب بعض الأشخاص ممكن يحتاجوا لإظهار شجاعتهم وإصرارهم ومثابرتهم لإنجاز أعمالهم ومن المهم إنه تستخدموا طاقتكم بشكل إيجابي وبناء وأنت تجنبوا العنف والمخاطرة أو التسرع كما أني بنصح بإنكوا تحافظوا على هدوءكم وصبركم ومعني وتسمعوا لآخرين بإنفتاح واحترام طبعاً بتظل وطيرة المواجهات والتفجيرات في البؤر الساخنة موجودة لأنه ما بتخلص الزاوية هاي بتبلش تأثيرات انتقال المريخ فعشان هي موضوع العنف بظل موجود يعني تقريباً لنهاية الشهر وبرضو بتدل على إنه حكومة ما ممكن يتميل لممارسة سياسة قمعية لفرض مفودها وسطوتها وبيدل كذلك على ازدياد أعمال العنف والعدوان وكذلك إضراء اضطرابات في قطاع الصناعة أو قطاع الصحة الطبيعة بظل لها تأثيرات بسبب هاي الزاوية أمور الها علاقة بالزلازل أو الحرائق أو الانفجارات أو طقس متقلب لأبعد الحدود بين أمطار عنيفة أو برد قارس أو حار جداً اللي هي بنسميها حالات عدم الاستقرار أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وهي برضو مستمر تأثيراتها ليوم 24 ثلاث وهي زاوية إيجابية هاي زاوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها وبتدل على قيام حكومي ما أو تعرض حكومي ما لتحولات أو تغيرات إيجابية كذلك زيادة استثمارات لتطوير البنية التحتية لبلد ما والاهتمام أكثر بميدان البيئة والمحافظة عليها أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل وطبعا هاي زوايا أغلب يعني طيلة اليوم رح يكون لها تأثيرات أول زاوية هي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام ساعة ثمانية وتسعة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي زاوية بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين وبرضو هاي زاوية بتدل على استياء الرأي العام من جدل حول بعض الأمور الدينية والعقائدية واضطرابات في أسعار بعض السوائل البنزين المي الأشياء اللي مثل هيك أو الزيوت وتراجع مردود المال للأمور البحرية والمبدلات البحرية وبرضو احتمال وقوع تسممات غذائية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون ذروتها الساعة 12 و54 دقيقة بعد الظهور بتوقيت جرينج هاي زاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بكون محبط عاطفيا ممكن أنه يثور ثورة عارمة من الغضب بتدل هاي زاوية كمان على استياء الرأي العام من ضغوط رجال الأمن الوطني وهبوط في معنويات عمال قطاع الصناعة أو صحة وقلة مردوديتهم وبرضو ممكن يشهد هذا اليوم ازدياد أعمال العنف وخصوصا ضد النساء يعني ستات يا حلوين اضبطوا عصاب كل يوم لأنه كثير منكم رح ينضربوا ماشي ديروا بالكم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهي زاوية رح تكون طبعا دروتها ساعة ثلاثة وسبعة وخمسين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيش أو عصرا بتوقيت جرينيش هاي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة وبرضو هاي زاوية بتدل على تحولات إيجابية في الرأي العام بخصوص مكانة المرأة وهي فترة مناسبة لتطوير الصناعة الغذائية أو الصناعات الغذائية وتغيير آلاتها ومعداتها بعد هاي زاوية مباشرة بيبدأ عنا قلو المسار يعني قلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة ثلاثة وسبعة وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش ورح يكون مدته بس ثلاث دقائق لهو لأنه رح يستمر هو لغاية الساعة أربعة بعد العصر يعني ثلاث دقائق مدته هي فترة سلبية ولكن مش ضروري أن نمعلق عليها أما الساعة الرابعة بعد العصر القمر خلاص بانتقل وبصير في برج الحمل عشان هيك من ساعات العصر منشعر بقوة كبيرة وطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتصرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة نلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها ومنفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وأيضا بإمكاننا إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي ما بعد الانتقال هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الشمس وهي رح تكون الساعة خمسة واثمين وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج مع ما اقتران ذكرناها في حلقة الأمس ابتعني ولادة الهلال هلال شهر رمضان ما بدي أرجع أعيد كلاما بارح لأنه صار عليه هجوم من وراه شيخ وشيوخ والدين ولمش عارف إيش أحنا بغناء يعني طول الفقرة وأنا بحكي فلكيا 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 مش دينيا وبرضه رغم هيك هاجموني على هذا الموضوع والموضوع الثاني طبعا يعني أنت كيف بتدمج بين سنة وشيعة ومش عارف إيش اللي فيدري فيدري عاد يلا طبعا بسبب هاي الزاوية اللي هي زاوية الإقتران وولادة الهلال الجديد نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ونتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغريب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتدل على حسن حالة الشعب والرأي العام في حكوم ما أو الملك أو الرئيس وبرضه في نوع من أنواع توفر جو من السلام والاستقرار في البلد وازديد منتوج بعض الصناعات خصوصا الغذائية منها والاهتمام أكثر بشؤون المرأة يعني من فترة الظهر بتنضربي وفترة العصر بتتصالحي ماشي ديروا بالكو لا حول ولا قواتي طيب هيك تقريبا حكينا إحنا عن زاوية الاقتران ولكن زاوية الاقتران هاي وولاة الهلال فلكيا طبعا برضو دائما هاي بتكون فترة مناسبة للبدء بكل غاية أو كل هدف لأنها هاي يعني بدأت فيها معولات الهلال هنا انت أو معولات القمر مع اكتمال القمر يعني بعد أسبوعين بكون الجواب إيجاك يا آه يا لأ يا خير يا شر يا لصالحك يا مش لصالحك فعشان هيك اللي بدأ بشيء وحاسم عشان يجي القرار فيه من هون لأسبوعين يبدأ فيه بخلال اليومين هدول اللي هو وخصوصا لو بدأ فيه من يوم من صباح اليوم اليوم التالي اللي هو يوم الأربعاء بيكون يوم مناسب جدا طيب حطيتوا لايك حطيتوا كومنت سبيتوا علي يا جماعة اكتبوا أي شي علقوا صلوا على النبي صلوا على النبي وعلى آله يعني شو بتستنوا اذكروا الله أحسن من الجميع اذكروا الله قولوا لا إله إلا الله يعني أي كلمة أي لايك هسا بدهم عدس لايك عدس لايك يلا والغوا اشتراكوا على طول طيب وصلنا الآن للأمور الصحية طيب شو اليوم بتنصح بالعمليات ولا ما بتنصح بالعمليات طبعا اليوم مناسب جدا للعمليات الجراحية ما في أي مشاكل ولكن عنا من الآن ولغاية ساعات العصر عنا القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية والأندروفين والميتالونين هذولا اللي فيهم مشاكل وهذولا بنعمل لهم مش عمليات كبيرة يعني كلها عمليات صغرى الغد النخامية والغد الصنوبرية عادة علاجات يعني نوادر لا يكون حد عنده عملية جراحية لهم فباقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة بمعاناته للعمليات أما من ساعات العصر وما بعد فبتصير الأعضاء الأكثر حساسية عندنا الرأس والأسنان واللسن والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرايين والدم هذولا اللي بصيروا أكثر حساسية طبعا لأنه القمر مش مكتمل فما في أي مشاكل يعني بمعنى آخر ما في مخاطر النزيف ولكن يعني أي عمليات لهاي الأشياء جائزة ولكن مش عمليات جراحية كبرى يعني أسنان اللي بدي يشيل عصب بده يحفر قنوات بده يعمل تجميل بده هاي الأمور ما فيها أي مشكلة ولكن يعمل جراحة فك هاي اللي احنا منحكي فيها مشكلة طبعا من ساعات العصر وما بعد بالنسبة لهذا اليوم طبعا زي ما حكينا يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما فيه أي مشكلة وهذا اليوم مناسب أيضا لعمليات التجميل مثل الحقن ومثل الجراحة ويصلح أيضا لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح لإزالة الشعر الزائد لغاية ساعات العصر من ساعات العصر وما بعد يعني نبدأ في مرحلة احنا منسميها اللي هي ما بعد الانتقال لو في ساعات المساء بقولكو انه بيصلح لقص الشعر التجميلي بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الحمل معناته خلق المسار القادم رح يكون يوم الخميس 23 رح يبدأ في تمام الساعة 5 و 12 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة 6 و 41 دقيقة مساء بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمر 28 يوم في تمام الساعة 38 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج 29 يوم بصير نسبة الإضاءة 0% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 24 سعيدة بالنسبة 30% طول اليوم القمر في الحوت وبدأ ينتقل للحمل ورح يظل في الحمل لغاية يوم 23 هو الآن منتحس بنسبة 40% في ساعات منتصف الليل ولغاية تقريبا ساعات الصباح هو بصير منتحس بنسبة 50% في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 10% وبكمل طيلة اليوم على 10% منتحس عطارد في الحمل حتى يوم 3-4 منتحس الآن بنسبة 50% ولكن في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 10% يعني بتنزل نسبة النحوس لـ 10% الزهرة في الثاور حتى يوم 11-4 سعيد بنسبة 30% المريخ في الجوزة حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% قرنس في الثاور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبت في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا ما زال القمر موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات العصر فمعناته بظل التعب مسيطر عليكم لليوم الثاني على التوالي اهم اشي انكو تضبط عصابكم لانه انتو عصبيين جدا يعني لغاية ساعات العصر وما في داعي للتسرع اللي بيوشعر بعراض غير اعتيادية يجب ان يتوجه لفحص او لا علاج او مراجعة الطبيب حاولوا انكو تاخذوا قصد كافي من الراحة وبتحضوا اليوم بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وبتتجاوز مخاوف ما الها اي اساس اما من ساعات المساء بتبدأوا فترة افضل او من ساعات العصر تحديدا بتبدأوا فترة افضل بتعيد من مزاجكم وعصبيتكم زي ما ذكرنا وكلامكم اثناء التعامل مع الغير اما من ساعات ما بعد العصر الاجواء بتصير احسن بتطمئنه اكثر وطاقتكم بتصير ممتازة ولكن هي مزاجكم وعصبيتكم اللي بيضل فيها بعض التقلب برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر بدوا ينتقل لبيت المتاعب في ساعات العصر ولكن من الآن ولغاية ساعات العصر بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الاصدقاء او تحوركم معهم او تواصلكم معهم منكم اشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة علاقات الصداقة بتكون جيدة بسودها التقدير والثقة المتبادلة اما في ساعات العصر فهنا القمر رح ينتقل لبيت المتاعب فهنا بتدخله فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه اكثر لصحتكم وحذروا من الدخول في مناقشات او جدال مع الاصدقاء اللي ممكن انه يتطور للاسوأ برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا ما زال القمر موجود في بيت السمعة وبيظل هذا اليوم جيد ومناسب لغاية ساعات العصر للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او بيرغبوا في ادخال تعديل على طبيعة عملهم وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع المسؤولين وبتحضوا بالشعبية وبتكون كل اعمالكم سهلة وميسرة وممكن تحققوا نجاح شخصي الاجواء ايجابية وداعمة ولكن بدون اي تهور او مغامرة او مخالفة للقوانين اما من ساعات الهاصر فهنا النشاط بصير نشاط اجتماعي فبتلتقوا الاصدقاء وبتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية ولكن بتكون حاذروا من الاندفاع والتهور معني قرار مفاجئ عصبية سوتفاهم بينك وبين احد الاصدقاء ولكن اجمالا الاجواء رح تكون ممتازة على المستوى الاجتماعي برج السرطان بالنسبة بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا بتكون أكثر صبرا ووعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن لأنه اليوم عندكو رغبة للانطلاق والمغامرة والمجازفة طبعا الاجواء جيدة بالاتصالات بالحوارات وتشعر بقوة العاطفة عندكو افكار او احلام او رغبات بالسفر بالقيام بمشاريع كبيرة ورح تنجح بالاتصالات والعلاقات وخصوصا مع الأجانب وبرضو مقنعين جدا بالنقاشات السياسية او الدينية او الفلسفية اما من ساعات العصر وما بعد بتنشطوا يعني في أمور لها علاقة منقدر نحكي بالعلاقات لها علاقة بالعمل لها علاقة بعلاقاتكم مع المسؤولين مصالحكم الاجتماعية ولكن بدكو ما تتغيبوا عن عملكم وتتفقدوا كل أمتعتكم وتنتبهوا أثناء تنقلاتكم وبدون مغامرات وبدون مجازفات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هنا بظل التركيز على الأمور المالية المشتركة لغاية ساعات العصر فعشان هيك بتنشغلوا في إعادة تنظيم أموركم المالية من جهة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى ثم نفقات متصاعدة وبرضو بزيد اهتمامكم بالأشياء الغامضة الروحانيات الكتب الخيالية وممكن بعضكم مطالبات مالية أو ترتيب وضع مالي أو تحل بعض المسائل اللي إلها علاقة بالمصاريف أما من ساعات العصر وما بعد فهنا الطاقة بتصير الضعاف بتنشطه في مجال الدراسة السفر للتصالات البعيدة أهم إشي إنه ما في داعي للمجازفات أو لإهمال في أعمالكم ممكن يصير فيه سوء تفاهم أو حوار نقاش تفقد سيطرتك فتعصب بشكل كبير عشان هيك ضبط العصاب مطلوب ولكن من ساعات العصر لأجواء إيجابية حتى على المستوى العاطفي برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعا بتتركز جهودكم حول تعزيز شراكاتكم والأجواء مشجعة جدا وبتدعمكم بشكل كبير إلا إنه فيه يعني مشعون الجهوب العصبية طبعا بتظل الأجواء لغاية ساعات العصر مناسبة جدا لأتمام خطبة أو زفاف أو توقيع عقد أو مصالحات أو علاقات علاقات الزوج والزوجة أو الأمور العائلية أو الأمور اللي إلها علاقة بشركاء العمل ولكن إنه وصلت للعصبية والحدية فأنت الحلقة الأضعف وما بدنا توصل الأمور معك للعنف أما من ساعات ما بعد العصر فهنا بصير التركيز على الأمور المالية المشتركة فبتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة ولكن بدكم تحذروا من النزاعات مع الشريك في العاطفة أو المنزل أو العمل عشان ما تكبر المشاكل وتفقد السيطرة حاول قدر الإمكان تركيز عمورك المالية وما في داعي تعمل أي مغامرات مالية حتى يستقر القمر بشكل جيد برج الميزان بالنسبة 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 لموليد برج الميزان طبعا هنا بلش القمر باتجاه المقابلة فعشان هيك من الآن لغاية ساعة العصر تجدوا أن العمل بدأ يتراكم صار في بعض الالتباسات بعض المشاكل الأمور مش ماشي بالشكل الجيد اقلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة فعشان هيك بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا أنكم تنظموا وجباتكم الغذائية تاخدوا قصد كافي من الراحة يعني ممكن تحظى ببعض المساعدات اللي إلها علاقة بالعمل أو بالمنزل ولكن بدك تنتبه لأنه برضو القمر بده ينتقل ويصير مقابلك تماما فهنا بتعززوا شراكاتكم ترغبوا في تعزز شراكاتكم ولكن بدكوا تنتبهوا من العصبية والحدية والشراكة طبعا المالية والعاطفية بدكوا تنتبهوا من الحدية بدكوا تنتبهوا من الجروح ومن الالتهابات أيضا برج العقرب بالنسبة لما ولد برج العقرب طبعا بتجتازه بصورة عامة فترة إيجابية لأنه القمر ما زال موجود في البيت الخامس لألكم بيت الحض والعاطفة فعشان هيك بتضلوا لغاية ساعات العصر بتشعروا بقوة الحض والعاطفة والأمور المالية ولكن أوعوا تدخلوا بأي نقاش حاد عاطفي ديروا بالكم طبعا هاي فترة فيها بعض الحظوظ وبتقوها علاقتكم العاطفية وبتعرفوا فترة من الراحة شوي هيك ولكن إلا أنه عصبيتكم ممكن يتأثر عليكم أما من ساعات العصر بدكوا تنتبهوا لصحتكم لأنه شوي هيك الأجواء بتصير حساسة على المستوى الصحي فممكن تعمل بعض التقلبات الصحية أو تراكم بعض الأعمال عندكم وبرضو بيغلب عليكم طابع العنف والعصبية وخاصة مع الأحبة أو مع الأولاد فعشان هيك بدكوا تحذروا برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا بيظل تفكيركم مركز أو بتهتموا في أمور اللي هي علاقة بتعديل على مسكنكم أو إدخال تعديل على المسكن أو الاهتمام بالأمور البيت ترتيب صيانة مشتريات ممكن موضوع عائلي بتجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينكم بين أفراد العائلة ولكن ابعدوا عن المشاكل العائلية قدر الإمكان فعشان هيك في بعض القلق على المستوى العائلي دير بالك من التوترات أما من ساعات العصر وما بعد فهنا بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم ولكن حاول أنك ما تفتع الخلاف إلى علاقة بالمنزل أو مع الأحبة لأنه أي سوء تفاهم رح ينقلب ضدك ورح تكون العصبية نتيجتها وخيمة جدا فعشان هيك حاذر أي خلاف أو نزاع مع الأحبة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات الحوارات والنقاشات أهم شي أنه من ساعات الصباح تقريبا تكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة داخل المدن لغاية العصر حاولوا أنه يعني تسيطروا على علاقاتكم اليومية بدون انفعالة أو عصبية تنقلاتك جيدة واليوم في بعض الفوائد أو المكاسب أو الأرباح من بعض الأمور بتستفيد من علاقاتك من محيطك يعني الأجواء إيجابية جدا لغاية ساعات العصر أما من ساعات العصر وما بعد هنا التركيز أو المسألة الأساسية اللي رح تفكروا فيها اللي هي الأجواء البيتية والعائلية ولكن العصبية ممكن تسيطر عليك فبتكونوا عدوانيين وهذا الشيء بسبب مزاجكم أو بسبب لكم خلاف أو صوت فاهم فعشان هيك عليكم الحذر من النقاشات والحوارات اللي لها علاقة بالبيت والعائلة لأنها ممكن تتطور بشكل سلبي وأنتو اليوم مش ناقصين برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا ثقتكم بأنفسكم عالية جدا واليوم في فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من النفقات المتصاعدة ممكن يكون في شوي هيك بعض العصبية عندك أو بعض الرغبة بصرف لفلوس هروب من الواقع يعني نزوات التسوق فعشان هيك احذر من هاي المصاريف مرضو أعمالك اليوم جيدة إذا سعيت لأنك تحصل على بعض الأموال فممكن تحصل على أموال أو أرباحك أما من ساعات العصر فهنا النشاط بصير عالي جدا عندكم فبتكثر عندكم الاتصالات التنقلات من المحتمل أن يعاني البعض منكم بخلافات أو نزاعات مع رفيقه أو رئيسه بالعمل أو الزوج لأسباب بتعود برضو للأمور المالية فزي ما حكينا اتجنب التفذير ولكن بالنسبة للاتقالات والاتصالات فهي كثيرة برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وإنتو اليوم يعني يعتبر هذا يوم يوم من أكثر أيام الفترة هاي النشاط وحيوية بوسعكم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم ممكن اليوم تحسك بنوع من أنواع الهدوء والسكينة والطمعنينة ولكن الاستفزاز ممكن يجي من الطرف الآخر فعشان هيك حاول قدر الإمكان تمسك أعصابك لو أي حد بده يستفزك طنش وما تمسك بالموضوع نهائيا ولا ترد بالموضوع لأنه يعني ممكن يتطور هذا الوضع أما من ساعات العصر وما بعد فبتنهمكم في ضبط ميزانيتكم ولكن زي ما حكينا إشوي هيك عشان الأمور المالية اللي بده تدخل على الساحة إشوي هيك مزاجكم بيكون متقلب أو سيء عشان هيك ممكن تكونوا قليلين الصبر وهذا الشيء ممكن يسبب لكم نزاعات مع محيطكم ولكن الأجواء بتكون جيدة على المستوى المالي فممكن ترتب بعض المسائل المالية ولكن يعني دك تضبط أعصابك لأنه ممكن المصاريف لزيادة هي اللي توترك أو المطالبات المالية هي اللي توترك أشوف بل حطيته لايك وديس لايك وكومنت وشير ومش عارف إيش ولغيته الاشتراك وحطيته اشتراك ولفتوا الكلفة وحملتوا الجهاز ومش عارف إيش وسويته يعني أي إشي أي إشي حتى لو بتغنوا يعني اعملوا لكم إشي لا إلا الله هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد بأن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء